الجزء الأخير من ساحرة جنرال ماركيمت في بغداد هل ثمت ترتيبات روسية أمريكية في سوريا برأيك تمهيدا لإنجاز تسوية سياسية وتصطبق هذه التسوية السياسية بترتيبات متعلقة بمصير تنظيم داعش باحتمال خوض معركة نهائية ضده بالتعاون مع القوى المحلية وأقليمية أعتقد أنه لا توجد صفقة سياسية تناقش حاليا تتعلق بداعش بالتأكيد هناك صفقة سياسية يجب أن تناقش بشأن شكل سوريا عندما تهزم داعش ولكن فيما يتعلق بأي محادثات أمريكية روسية نحن لا ننزق مع روسيا إلا للتأكد أن طائراتنا لا تصطدم مع بعضها البعض لا توجد مناقشات سياسية بشأن ما يتوجب عمله مع داعش عندما تنتهي المعركة والبعض في واشنطن أو غيرها يتحدث عن أن الإدارة الأمريكية ربما تجد نفسها مضطرة في مرحلة ما إلى تسليم الملف السوري لروسيا أو الإقرار بأن الولايات المتحدة أضعف في سوريا من روسيا بسبب طبعا التدخل الروسي العسكري والميداني وبالتالي فإن روسيا قد يكون لها الدور الأكبر وربما بعد يتحدث عن رهان أمريكي على خلاف روسي إيراني وبالتالي واشنطن قد تحقق مصلحة في إضعاف إيران عبر إعطاء روسيا دورا أو السماح لروسيا بدور أكبر في سوريا ما تعليقك لا أعتقد أن هذا صحيح هذه مناقشات سياسية صعبة ولكن أقول سوريا ليست أمريكية كي نسلمها إلى روسيا في الواقع نفوذ روسيا داخل سوريا وفي الواقع في المنطقة الأوسع يمكن أن يفيد بينما روسيا تحاول توسيع نفوذها في الشرق الأوسط من ناحية اللعبة التي تقترحها أنت بين روسيا وإيران والتسليم لروسيا لإضعاف إيران لا أعتقد أن هذا صحيح ولكن يجب أن نفهم أنه عند هزيمة داعش ستكون هناك مناقشات جادة بشأن الاتجاه الذي ستأخذه سوريا الأسد فقد شرعيته في عيون شعبه يجب أن تكون هناك مناقشات بشأن التحرك إلى الأمام وسوريا هل يجب أن يكون مستقبلها خاضع للنقاش مع إيران أم لا هذه المناقشات السياسية يمكن أن تكون داخلية بين الأطراف المتصارعة أو تساعدها القوى الخارجية ولكن حاليا لا توجد لعبة تجري حاليا بين أمريكا تعطي سوريا إلى روسيا كي تقوم روسيا بكبح جماح النفوذ الإيراني نحن لسنا أذكياء سياسيا بما فيه الكفاية لعمل ذلك سيد رامي الخليفة العالي في باريس بالحديث عن الأبعاد الإقليمية والأدوار الإقليمية مسألة الأكراد في سوريا والهواجس التركية تصريحات لافتة سبق أن قالها ولكن تبدو أوضح أيضا اليوم لسفير السابق في سوريا روبرت فود يتحدث عن أن الأكراد في سوريا قد يواجهون موقفا صعبا في المستقبل بعد طرد داعش يقول بعد طرد داعش من الرقة ودير الزور هناك احتمالية كبيرة أن تبدأ الميليشيات الإيرانية وقوات الأسد هجوما ضد الأكراد ولن يحترموا موقف النار يؤكد فود أن واشنطن لن ترسل قوات للدفاع عن أكراد سوريا ليس هناك قبول شعبي أمريكي لهذه الفكرة دونالد ترامب مثل باراك أوباما يريد تجنب التورط في حروب أهلية خارجية ما تليقك على هذه النقطة إلى أي مدى هذه الحسابات الإقليمية الدولية يمكن فعلا أن تعيد رسم الخريطة السورية ربما كما يقول بعض السوريين للأسف بمعزل عن السوريين أنفسهم الحقيقة حسين أن الآن الكل يستعد لمعركة الأخيرة مع تنظيم داعش خاصة في المنطقة الشرقية وفي مدينة دير الزور على وجه التحديد قبل عدة أيام فقط جرى اتفاق ما بين برعاية روسية ما بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام السوري بأن تعمل القوات السورية في جنوب نهر الفرات بينما تعمل قوات سوريا الديمقراطية في شمال النهر حتى لا يكون هناك اصطدام ما بين القوات ولكن هذا الاتفاق كما تعلم أنه اتفاق مرحلي ريث ما يتم القضاء على تنظيم داعش السؤال الآن والمهم والذي يشغل بال كل الأطراف المتداخلة في أشياء السوري من سوف يرث المناطق التي تسيطر عليها داعش مما لا شك فيه بأن قوات سوريا الديمقراطية والميليشيا الكردية التي تمددت في مناطقها بالأصل ليست كردية سوف تواجه صعوبات كبيرة لأن باعتقاد أن النظام السوري سوف يسعى إلى السيطرة على أكبر مساحة يستطيع في منطقة الجزيرة السورية لما لهذه المنطقة من أهمية استراتيجية أيضا قوات التركية لن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى قوات سوريا الديمقراطية تتمدد والميليشيا الكردية تتمدد خصوصا أنه كما تعلم حسين كان هناك زيارة لرئيس هيئة الأركان الإيرانية إلى أنقرة قبل عدة أيام فقط وأيضا نحن بانتظار استفتاء سوف يجري في إقليم كردستان العراق وبالتالي هذه التطورات تثير القلق لدى إيران وتركيا مجتمعين وبمعنى أن هناك تنسيق أصبح أكثر وأكثر ما بين إيران وتركيا بالرغم من الخلافات حول مصير النظام السوري وحول مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد أيضا الحقيقة ويأتي بالتزامن مع ما يحدث في منطقة الشرقية أيضا ما يحدث في منطقة إدلب لأن تركيا الحقيقة اخترحت على الدول الإقليمية والدول الحليفة خطة لإخراج جبهة النصر من هذه المنطقة لكي لا يتم تدميرها إسوة بالموصل ومناطق أخرى جرت فيها حرب لإخراج التنظيمات الإرهابية وبالتالي هناك صراع إذا شئت بدأ منذ الآن بوادره ولكن سوف يتعمق أكثر بعد القضاء على تنظيم داعش وأتوقع أنه سوف يتم القضاء على التنظيم خلال الثلاثة أشهر القادمة ربما حتى نهاية هذا العام يكون قد اختفى تنظيم داعش من المشهد السياسي وبالتالي هذا يفتح الوضع في سوريا على أفق صراعات سواءل في منطقة الجزيرة السورية أو في منطقة البادية أو في منطقة إدلب وكل الأطراف تحاول أن تشحذ همتها من أجل الحفاظ على مصالحها نقطة أخيرة دعني أشير إليها وهي ما قامت به روسيا اليوم من توحيد القوى الدفاع الجوي ما بين الجانب الروسي والجانب السوري وهذا يعني أن هناك استعداد سواء للمعركة مع داعش أو للصراعات الأخرى التي سوف تندلع سيد العميد خليل حلو في بيروت أبعد من لبنان كراءتك لمصير داعش أقليميا في ظل هذا الترابط طبعا ما بين المعركة في لبنان المعركة في سوريا المعركة في العراق هل ثم تتصور لديك أن تنظيم سينتهي قريبا فعلا وفق ما يتوقع دكتور رامي الخليفة العالي نعم تنظيم داعش كدولة أي تنظيم الذي يسيطر على دولة ولديه حكومة ولديه مؤسسات تعمل بها ولديه قوات مسلحة ومالية وغيرها هذا التنظيم كدولة بالطبع سينتهي ومصيره محتوم المسألة هي مسألة وقت والقوى التي احتشدت ضد داعش ستفوز في النهاية في هذه الحرب ولكن عندما ينتهي داعش الدولة هذا لا يعني أن داعش التنظيم الإرهابي سينتهي ربما ستعود داعش إلى التكتيكات السابقة لكافة التنظيمات الإرهابية أي العمل بخلايا سرية ليس فقط على المسرح السوري العراقي إنما على المسرح الدولي وهذا هو الخطر الحقيقي عندما يتم مقاربة الموضوع السوري والموضوع العراقي غالبا ما ينسى المحللون أن هناك أكثر من 12 مليون سوري مهجر ونازح وهو فقد كل أمل وفقد كل شيء وليس له أي شيء يخسره إذا لم تحل مسألة هؤلاء النازحين إذا لم تحل سياسيا وأنا لا أتكلم عن مساعدات إنسانية ومساعدات طبية فقد سائموا من ذلك إذا هؤلاء النازحون لم تتم معالجة أسباب نزوحهم ولم يتم إشراكهم في العملية السياسية في سوريا وكذلك في العراق فهذا سيجعل منهم أرضا خصبة لكي تقوم التنظيمات المتطرفة الإرهابية بتجنيد شبان من بينهم وإخناعهم بالأفكار المتطرفة وإخناعهم باللجوء إلى أعمال العنف موضوع محاربة الإرهاب لا يقتصل على الطيران وعلى المدفعية وعلى الدبابات كما يحصل الآن هذا الأمر يتحسمه عندما يكون هناك مناطق تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية من السهل التخلص منها عندما تحشد الموارد اللازمة لذلك من أسلحة ومن تدريب وغيره ولكن لمعالجة أسباب نشوء تنظيمات إرهابية يجب الدخول إلى الموضوع السياسي الاجتماعي عند هذه الشعوب أكان في العراق أو في سوريا عانت الكثير من حكومات مركزية غلبت الاستقرار السياسي على الحريات وربما هذا كان يريح العالم بأجمعه ولكن هنا ندخل في حلقات مفرغة عندما نفرض بالقوة الاستقرار بغض النظر عن الحريات ونسلب جزء من الشعب أو أجزاء من الشعب الحريات هذا سيؤدي إلى انفجار كما حصل ابتداء من العام 2011 في كافة الدول العربية وهذا الانفجار يولد فوضى والفوضى تفتح فرصا سانحة أمام التنظيمات الإرهابية لتطويع عناصر لتنفيذ أجنداتها التي لا علاقة لها بالمصالح الوطنية وبالتالي هنا أوجه الحديث إلى الدول العظمى والدول الكبيرة التي لها تأثير لا يجب فقط النظر إلى المسألة على أنها مسألة أمنية الحل السياسي يجب إعطائه الزخم الكافي لأن معالجة المواضيع تبدأ من هنا تبدأ من تنمية الحريات وتنمية الثقافات أنا أعرف أن الحريات عندما تمنح لشعوب ليس لها النضوج الكافي للاستفادة من هذه الحرية لبناء نظام سياسي يجب إعطاؤها الفرص لكي تتثقف ولكي تتقدم ولكي تمارس الحرية بالشكل الصحيح وبلوغ الحلول السياسية الناجعة جنرال مالك كامت في بغداد تعليق أخير لك جنرال كامت تتوقع صراعات ما بعد داعش أن تهزر الاستقرار أكثر فأكثر أم سيكون داعش مؤشر إيجابي لعودة الاستقرار السياسي عمليا بشكل موجز لا سمحت سيد جنرال كامت هل سمعت السؤال كنت متفائلا بعودة الاستقرار السياسي إلى سوريا والعراق بعد نهاية داعش عبارة واحدة إن سمعت السؤال يبدو أننا سنشكرك عند هذه النقطة أسف لهذا الخلال التقاني جنرال مارك كامت نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقا من بغداد شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة أشكر ضيفنا من باريس الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس رامل خليفة العلي ومن بيروت العميد المتقاعد في الجيش اللبناني العميد داخلي للحلو شكرا لكم مشاهدين لمتابعة هذه الحلقة من ساعة حرة وإلى اللقاء في حلقات مقبلة اشتركوا في القناة